شكرا شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التريفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وخلال طلاقه مكالمة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة العام الهجري الجديد أكد الرئيس السيسي ضرورة الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وتم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أكد مجلس أمناء الحوار الوطنية ضرورة التنصيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا وذلك لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني حيث تمت مناقشة عدد من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى ويجري إعداد جدول أعمال عاجل لها على رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة وستتم مناقشتها بحرية كاملة مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي ونظام الثانوية العام الجديد هذا وقرر المجلس لانعقادة يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن أكد مصدر رفيع المستوى عقد لقاءات مصرية مكثفة مع كافة الأطراف خلال الإسبوع الجاري للتوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة وأضف المصدر أن مصر تستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة مضيفا أنه يتم مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس في إطار جهود مصر لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد مريضين إثر توقف محطة الأكسجين بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة نفاذ الوقود كما أشرت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى سقوط ثلاثة شهداء وخمسة عشر جريحا بقصف على حي الشيخ ردوان بغزة يأتي ذلك في حين قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي زيتون بمدينة غزة بالإضافة لمبنى حكومي بخان يونس جنوب القطاع ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات سلواد وبيت آمر وبزاريا بالضفة الغربية وأضافت وسائل الإعلام أن الاحتلال اقتحم المنطقة الصناعية بمدينة البيرة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية تظاهر ألاف الإسرائيليين في تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى للمطالبة بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل كانت المظاهرة المركزية في شارع كابلان بمدينة تل أبيب قد طالبت بإجراء انتخابات وإبرام صفقة تبادل المحتجزين والأسرع وأغلق متظاهرون مداخل شارع إيالون في المدينة كما امتدت التظاهرات إلى القدس وكفارسابا ورعنانا وتظاهر نحو ألف شخص قرب منزل نتنياهو في قيسارية وطالبوا باستقالته وإسقاط الحكومة اختتم مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة فعلياته التي عقدت تحت عنوان معا لوقف الحرب في السودان وقدمت القوى السياسية والوطنية في ختم المؤتمر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على مساندة السودان وشعبه في الأزمة التي يمر بها وأكد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية أن اجتماع القاهرة فرصة جيدة للتوافق على العمل لوقف الحرب في السودان كما أضف البيان أن المجتمعين ناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوداني وأكدوا الحفاظ على السودان موحدا انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة